السلام عليكم ورحمة الله وطلوبنا الأحباء النهاردة مع بعض ان شاء الله بعد ما شرحنا درس التعجب هنناقش مع بعض كده بعض الأفكار المهمة على الدرس ده والتركات والحاجات اللي لازم تاخد بالك منها كويس قوي يلا بينا نبدأ أول حاجة لازم تاخد بالك منها إن المتعجب منه قد يكون اسم ظاهر قد يكون اسم ظاهر زي مثلا لما نقول ايه ما أجمل الكتاب طيب أدم التعجبية حلوة جدا وده فعل التعجب وده المتعجب منه اللي هو كلمة الكتاب فالمتعجب منه هنا ده اسم ظاهر تمام جدا ممكن بقى المتعجب منه خلاص أنا كده عندي أول حالة إن المتعجب منه ممكن يكون اسم عادي جدا وممكن يكون مصدر مؤول فقول مثلا ايه ما أجمل أن تقرأ مثلا كتابا نركز كده مع بعض ما أجمل أن تقرأ كتابا أدم التعجبية وده أجمل اللي هو ايه اللي هو فعل التعجب وده هنا أن تقرأ أن تقرأ ده اللي هو ايه بقى أن تقرأ ده ده المصدر المؤول ده المصدر المؤول هيكون على بعضه كده في محل نصب مفعول به وهيكون هو المتعجب منه يبقى المتعجب منه ممكن يكون اسم ظاهر وقد يكون مصدر مؤول فتخلي بالك من النقطة دي يبقى ما هنا تعجبية في محل رفع مبتدأ أجمل هنا ده فعل التعجب أن تقرأ المصدر المؤول على بعضه في محل نصب مفعول به تمام جدا قد يكون المتعجب منه ضميرا زي مثلا لما نقول الكتاب ماليش عنقى بالكتاب خالص هنا هبدأ بقى أسلوب التعجب من أول هنا ما أجمله أدى يا سيدي ما التعجبية وده أجمل فعل التعجب وعندي هنا المتعجب منه اللي هو الهاء ده ايه ده ضمير يبقى قد يكون المتعجب منه ضمير تمام يبقى المتعجب منه هنا أو الهاء هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به لأن هنا هي المتعجب منه قد يكون المتعجب منه اسم إشارة زي مثلا لما نقول ما أجمله هذا الكتاب أدى ما التعجبية وده فعل التعجب وده المتعجب منه طيب المتعجب منه هنا ايه المتعجب منه هنا اسم إشارة اللي هو هذا اسم إشارة مبني على السكون طبعا في محل نصب مفعول به يبقى المتعجب منه ممكن يكون اسم ظاهر ممكن يكون مصدر مؤول ممكن يكون ضمير ممكن يكون اسم إشارة ممكن يكون اسم موصول زي مثلا لما نقول ما أجمل الذي في المكتبة أده ما التعجبية وده فعل التعجب وده هنا المتعجب منه اللي هو الاسم الموصول تمام جدا 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 برضو لازم تاخد بالك من نقطة مهمة أوي إن عندنا الفعل المستوفي للشروط بقدر أتعجب منه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إزاي إحنا متفقين يا جماعة مع بعض إن الفعل لو تحقق فيه سبع شروط فهقدر أتعجب من الفعل ده بطريقة مباشرة حلو جدا أو بطريقة غير مباشرة يعني ممكن يعني خلاص الفعل اللي تحقق فيه السبع شروط مع صلاحية ممكن أجيبه مباشرة على وزن أفعل ووضعه في الصيغة الأولى أو الصيغة التانية وممكن أروح أجيب له فعل مستوفي للشروط تمام زائد المصدر الصريح أو المصدر المؤول منه وكده أنا تعجبت منه بطريقة غير مباشرة يبقى الفعل المستوفي للشروط ده يا باشا ده باشا ده 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 مع صلاحية أتعجب منه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة تمام جدا 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 زي مثلا لو أنا عندي فعل زي جملة جملة ده فعل مستوفي للشروط فممكن أتعجب منه بطريقة مباشرة فروح أقول على طول ما أجمال الحديقة وأضع علامة تعجب بس كده تعجبت منه بطريقة مباشرة في صيغة ما أفعله وممكن أتعجب منه بطريقة غير مباشرة إن أنا روح أجيب له فعل مستوفي للشروط زي أشد وبعدين أجيب منه المصدر الصريح فيقول جمال ما أشد جمال الحديقة تمام جدا جدا خلي بالك برضو من منحوظة كمان مهمة أوي خلاص إحنا دلوقتي انتهينا من الحتة بتاعت إيه ركز معايا الحتة بتاعت إن الفعل المستوفي للشروط أقدر أتعجب منه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كمان لازم تاخد بالك النكرة التي تأتي بعد انتهاء التعجب تعرب تمييز النكرة التي تأتي بعد انتهاء التعجب تعرب تمييز إزاي أنا هنا مثلا عندي ده أسلوب تعجب فبقول ما أجمال الفتاة خلقا دي كده ما التعجبية دي كده ما التعجبية حلو جدا تمام وعندي أجمالة ده فعل التعجب ده الفعل كويس جدا والفتا ده سيدي ده المتعجب منه طب حلو جدا طيب آه النكرة دي بقى خلاص كده التعجب انتهى التعجب خلص اللي هو دي ما التعجبية تمام وعندي ده فعل التعجب وعندي ده المتعجب منه طب ما أنا عندي ما التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه معنى كده أن الصيغة الأولى كده لحد هنا انتهت إزا النكرة دي جاءت بعد انتهاء التعجب يبقى النكرة التي تأتي بعد انتهاء التعجب دي تعرب تمييز النكرة التي تأتي بعد انتهاء التعجب تعرب تمييز ما أجمل الفتاة مثلا خلقا يبقى خلقا تعرب هنا تمييز تمام جدا طبعا في ملاحظة كده انت عارفها طبعا ان ان لا عبارة عن ان لا والمضارع اللي بعدها طبعا مضارع منصوبة اللي هو لما الفعل يكون فعل منفي وشرحنا ده في المحاضرة السابقة طيب لازم تاخد بالك برضو ان المصدر المؤول وتكون عارف أشكاله تمام المصدر المؤول اللي هو ان والفعل المضارع يصبح في محل نصب مفعول به مع صيغة ما أفعله وفي محل رفع فاعل مع صيغة أفعل به طيب ازاي الكلام ده يعني مثلا لما نيجي نقول ايه ما أجمل أن يكرم الرجل مثلا ضيفه مثلا واضع علم التعجب ركز معايا في المصدر المؤول اللي هو ان يكرم ده المصدر المؤول ده في صيغة ما أفعله بيكون في محل نصب مفعول به لأن المتعجب منه في صيغة ما أفعله بيكون في محل نصب مفعول به يبقى أنا عندي تاني نقول تاني المصدر المؤول في صيغة ما أفعله بيكون في محل نصب مفعول به يبقى المصدر المؤول في صيغة ما أفعله في محل نصب مفعول به إنما لما نيجي نقول أجمل بأن يكرم الرجل ضيفه مثلا هنا المصدر المؤول في صيغة ايه؟ المصدر المؤول ده كده في صيغة أفعل به المصدر المؤول في صيغة أفعل به بيكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل يبقى تاخد بالك من النقطة دي المصدر المؤول في صيغة ما أفعله في محل نصب مفعول به والمصدر المؤول في صيغة أفعل به بيكون في محل رفع فاعل فلازم تاخد بالك من النقطة دي لان المتعجب منه في صيغة ما افعله بيكون مفعول به اما في صيغة افعل به فبيكون فاعل برضو لازم تاخد بالك من ملاحظة مهمة جدا 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 يجوز الفصل يعني يجوز اننا نفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه افصل ما بينهم ايه بين فعل التعجب يا جماعة لو افعل تمام والمتعجب منه تمام افصل ما بينهم بايه بشبه الجملة او بالنداء ممكن افصل ما بينهم بشبه الجملة او النداء طيب ازاي انا مثلا اقول في الجملة دي ما اجمل في الحق مسعاك اوعبات انخدع ادمات تعجبية وده فعل التعجب وهنا مسعاك ده هو المتعجب منه ليه لان انا قلت يجوز الفصل بشبه الجملة بين فعل التعجب اللي هو اجمل وبين المتعجب منه اللي هو مسعاك فان هنا فصلت بالجر والمجرور ده فصلت بين فعل التعجب والمتعجب منه ايضا لما نقول ما اجمل بعد الصلاة الدعاء ادمات تعجبية وده اجمل ده فعل التعجب وده المتعجب منه اللي هو الدعاء لان انا هنا فصلت بشبه الجملة اللي هو بعد فصلت بشبه الجملة ده بين فعل التعجب والمتعجب منه اللي هو الدعاء فيجوز الفصل بشبه الجملة سواء كان جره مجرور او ظرف بين فعل التعجب والمتعجب منه ايضا لما نقول ما اجمل يا خالد مسعاك اده ما التعجبية وده فعل التعجب تمام جدا وهنا انا فصلت فين بقى المتعجب منه كلمات مسعاك انا هنا فصلت بين فعل التعجب والمتعجب منه بالنداء تمام فصلت بين فعل التعجب والمتعجب منه بالنداء فده يجوز عادي جدا يبقى يجوز ان انا نفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالجر والمجرور او الظرف او النداء شبه الجملة عامة او النداء برضو يجوز ان انا اخلي كان تأتي بين ما وبين فعل التعجب خلي بالك انا هنا قلت ان الجر والمجرور والنداء بيفصل بين الفعل والمتعجب منه بين الفعل والمتعجب منه طب هنا بنقول ان كان يجوز ان تفصل بين ما بين ما احذر بين ما وبين الفعل بتاعها فيجوز ان انا افصل بكانة وتسمى ساعتها بتسمى بكانة الزائدة وليس لها اسم وليس لها خبر يبقى يجوز ان انا افصل بين كانة يبقى لو عندي كان وجاءت بينما التعجبية وبين فعل التعجب يبقى دي اسمها كان ايه دي اسمها كان الزائدة وليس لها اسم وليس لها خبر يارب نكون افدناكم هينزل حل تدريبات كتير ان شاء الله على الدرس ده حيث ان احنا نكون ملمين ان شاء الله بكل نقطة يعني موجودة في الدرس ويارب نكون افدناكم ونراكم دايما على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته